قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إنها ستعلن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في غضون أيام وأكدت أن أقل من ثلث الناخبين شاركوا في التصويت في هذه الانتخابات التي تعد من المراحل الأساسية في برنامج الإصلاح السياسي في البلاد بنسبة مشاركة بلغت 30% انتهت الانتخابات التشريعية في الجزائر حركة مجتمع السلم سرعان ما استبقت الحدث وأعلنت في بيان وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري تصدرها النتائج في أغلب الولايات لكن السلطة المستقلة للانتخابات قالت أن النتائج الرسمية ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة بعد المشاركة تقريب 30.20% هذه المعطيات التي يمكن إعطائها في هذه الساعة إن شاء الله انتخابة تشريعية جاءت بعد حرك شعبي ألقت الأحزاب المشاركة فيها بثقلها لاعتقادها أن التغيير يبدأ مع تجديد البرلمان وكانت نظرتها للظروف التنظيمية للاستحقاق النيابي إيجابية بالرغم من تسجيل بعض التجاوزات نعم كانت يوم أمس العملية الانتخابية في الجزائر وكانت تنظيم من السلطة الوطنية نظر أن هناك عدد من الأمور التي يجب أن تراجع كانت بعض من الخروقات على المستوى المحلي بالخصوص في بعض المكاتب في بعض المراكز تبقى عملية مرت بطريقة نقدر نقول عادية لكن نستطيع أن نقول أنها كانت خروقات في عدد من الولايات وعدد من البلديات أولاً الانتخابات لأول مرات فيها النتائج الحقيقية في المشاركة لأنه سقط القناع فيما بعد كانت أرقام مزيفة تعتمد على أرقام لا تميته بسلة فهذا مكسب بالنسبة للمستقنة يبقى الآن هو النتائج لازم أنها فعلاً تجسد هذا الجزائر الجديد وإلى أن تعلن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات تبقى الاحتمالات مفتوحة بحسب مراقبين حول شكل البرلمان الجديد وحول المشهد السياسي برمتها خاصة مع صعود العديد من الأحزاب الجديدة والقوائم المستقلة كل البرلمان القادم أعتقد بأنه سيكون مزيجاً أو فسيفساء أو بالمختصر بدون أغلبية مطلقة بإمكانها تشكيل حكومة وأعتقد بأن المشهد الجديد سيشكل ربما تحالف بين الأحزاب التي ستنجح من عجل على الأقل المشاركة في الحكومة وليس قيادتها وينظر إلى الانتخابات النيابية على أنها مرحلة ثانية في برنامج الإصلاح السياسي تليها استحقاقات أخرى كالانتخابات الولائية والبلدية التي حدد الرئيس عبد المجيد تبون موعدها بالفعل ترقب لنتائج الانتخابات التشريعية وما سيفرزه البرلمان الجديد وسط صعوبة التنبؤ بعد صعود أحزاب وانزواء أخرى وبروز متغير القوائم المستقلة نريما قداش الحرة الجزائر ومن الجزائر ينضم إلينا المحلل السياسي حكيم بغرارة أستاذ مساء الخير أهلا بك أيام قبل الإعلان عن نتائج الرسمية والنهائية لهذه الانتخابات هل برأيك هذا القرار يختم هذه الانتخابات؟ السلام عليكم أهلا بي المشاهدين أعتقد بأن القانون الانتخابات فصل في كل شيء وبحكم تعقد العملية الانتخابية واستعمال اقتراع النسبي المفتوح حيث يختار كل مواطن الشخص الذي يريده أعتقد بأن كثافة القوائم التي ترشحت أو شاركت في الانتخابات وكذا عامل الوقت أعتقد بأن الأمر يمكن أن يعتبر منطقيا بحكم أنه تجربة أولى وبأن الأمور حساسة وبأن السلطة المستقلة تريد تفادعي تأويلات خاطئة وبالتالي أعتقد بأنه أنا من جهة أفضل أن أطريث يوما ولا أن أطرح نتائج قد تحدث بلبلة وتصبح الانتخابات فيما بعد مشكلة حقيقية وحتى الأصداء الواردة من الولايات واندلاع حرب نفسية بين مختلف الأسباب من خلال أحزاب من خلال استباق يعني كل حزب أنه فاز بكذا من المقاعد أعتقد بأن الأمر لن يكون سهلا وكما قلت فالإطالة في إعلان نتائج جعل الأمور ربما تنفلت من السلطة المستقلة وخلق صراعا غير معلن بالأحزاب وكذلك العديد من من بينها أيضا ربما الامتناع عن إعطاء النسبة الحقيقية لنسبة التصويت في هذه الانتخابات إذا لم نتحدث عن النتائج على الأقل كان هناك متسع من الوقت للحديث عن نسبة المشاركة فيها هو حقيقة إعلان رئيس الهيئة المستقلة سيد شرفي أمس كان غامضا وأعتقد بأن نسبة المشاركة ستكون لب المشاكل في هذه الانتخابات إلى غاية الساعة الرابعة من يوم الانتخاب كانت الأمور عادية جدا وتوقفت النسبة عند 14.47% بعدها اختلطت الأمور وهنا أريد أن أشير إلى عدة نقاط أولا تصريح رئيس الجمهورية على الحادية عشر صباحا بأن نسبة التصويت لا تهمه أعتقد بأنه كانت سقطة يعني جسيمة من رئيس الجمهورية وكان عليه تفادي إطلاق أي تصريحات من شأنها أن تؤثر على السير العام للانتخابات وخاصة نسبة المشاركة تانيا قرار التمديد من السابعة إلى الثامنة مساء لم يكن يخضع إلى معطيات منطقية وهذا لم يحدد حتى في قضية تعديل الدستور ثالثا السقطة التي وقعت فيها الهيئة المستقلة أن نتائج السابعة مساء لم تعلن إذا رجعنا إلى تعديل الدستور وكانت المشاركة 23% نسبة التصويت أعلن عنها بعد 14 ساعة والنسبة كانت قليلة عن مساء أمس أمس قالوا بأن نسبة المشاركة صدفة ارتفعت إلى 30.20% وأعلن عنها بعد ثلاثة ساعات ونصف من غلق مكاتب الاقتراع وهنا بالمقارنة مع تعديل الدستور الذي كان فيه النسبة أقل و14 ساعة للإعلان والبارحة كانت يقول وإن كان رئيس الهيئة المستقلة قال بأنه معدل المشاركة وعرض نسب مشاركة في الولايات دون أن يذكر اسمها وكان هناك تلاعب بالأرقام لأنه قال هناك ولايتين نسبة المشاركة فقط 70% دون أن يذكرهم لكن تلك الولايات ربما تضم 60 ألف منتخب فقط هذه 70% قد تسقط أمام 10% في العاصمة مثلا ف10% في العاصمة ستكون أكثر بكثير من 70% في ولاية جنوبية لا يتعدى عدد المصويتين 70 ألف وبالتالي أعتقد بأن الهيئة المستقلة عندما أرادت أن تخفي أو تخفي التهديد أو الفشل الدارع إلى غاية الرابعة مساء تم استحداث هذه الأرقام دون أن تسمى الولايات بعينها وأعتقد بأنها كانت خطة لامتصاص الصدمة والغضب على الأقل لنهار اليوم قبل أن يعلن عنه لأنه هو بصريح العبارة قال مصطلح معدل المشاركة بين الولايات ولم يكن نسبة التصريح دعنا نمر إلى نقطة أخرى لا سمحت أستاذ بغرارة ذكرتها أنت بإيجاز في أول رد لك تتعلق بهذه التصريحات التي يخرج بها قادة الأحزاب حركة حمص الإسلامية مثلا تقول أنها فازت هناك أيضا الأفلان يقول أنه أيضا بقي في الصدارة برأيك في أي سياق يمكن أن نضع هذه التصريحات لا هو حقيقة أنا على منابر حرة كنت صرحت قبل الانتخابات بأن العرف في الانتخابات الجزائرية والذين يحققون الفوز دائما هم الذين يملكون وعاء انتخاب تقليدي بمعنى هم كبار السن هم محور الوعاء الانتخابي في الجزائر وبالتالي فإعلان فوز الأحزاب أكثر من القوائم الحرة هذا كان أمرا متوقعا وفي الجزائر الكثير من بنى توقعاته على مساحات التواصل الاجتماعي التي يدخلها الشباب بقوة ومعظم الشباب لا يملكوا حتى بطاقة انتخاب فذلك البهرجة الافتراضية والتصريحات الافتراضية والصور الافتراضية لم تكن تساوي شيئا يوم الانتخاب أمام الواقع فالمطلع على الهيئة الناخبة كانوا تقريبا كلهم كهول وكبار سنهم الذين انتخابوا وبالتالي إذا حدث وفازت الأحزاب التقليدية فإن هذا أمرا كان متوقعا ومنطقيا بحكم من يعرف الوعاء الانتخابي في الجزائر وحتى الأربع انتخابات تشريعية الماضية كانت نفس الأحزاب هي التي أخذت المقدمة في الانتخابات التشريعية وبالتالي فوتيرة الانتخابات التشريعية منذ خمس انتخابات سابقة منذ عشرين سنة حافظت على نفس الوتيرة وعلى نفس الوجوه مع بعض التفاوت في أقل من نص دقيقة لو سمحت هل سيحدث هذا البرلمان التغيير في الجزائر الجديدة؟ لا يحدث التغيير وهذا بحكم الصلاحيات الدستورية الهيئة التشريعية ستكون هيئة داعمة للسلطة التنفيذية وأعتقد بأن السلطة التنفيذية تلجأ إلى الهيئة التشريعية في ملاسبات قليلة جدا شكرا جزيلاك أستاذ حاكم بغرار المحلل السياسي كنت معنا من الجزائر شكرا شكرا جزيلاك أستاذ